في معرض رده على سؤال شفوي آني حول الممارسات المشينة ببعض الجامعة والمدارس العليا بالبلاد بمجلس النواب تلاه عنه بالنيابة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري قال بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبدالاطف ميراوي إن الوزارة ستعمل بكل عزم على تكريس ثقافة لا عنف وتشجيع قيم النزاهة وروح مسؤولية لتكون الجامعة المغربية في مستوى التطلعات وأوضح السيد ميراوي أن الاستغلال الجنسي للطالبات الذي يعد موضوعا يهم المجتمع بأكمله لا يمكن التسامح معه لأن الأمر يتعلق بتخليق الحياة الجامعية وحماية كارمة الطالبات وبعض الطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية وشدد على أن سياسة وزارة التعليم العالي تجاه كافة السلوكيات المنافية للأخلاقيات واضحة وشفافة وتنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة وتضرب بعرض الحائط مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص اشتركوا في القناة